في ذلك الزمان كانت توجد أماكن خاصة خارج المدن لمرضى البرس هو مرض مروع يصيب الجلد ولم يكن للمصابين به حق الاختلاط مع الأصحاء وعندما يذهب مرضى البرس إلى أي مكان كانوا يصرخوا لتنبيه الناس أنهم قادمون أبرس أبرس يا يسوع يا معلم ارحمنا اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة أنذهب للكهنة ليكشفوا علينا هل هذا بعد أن نشفى منظر أنا شفيت نحن شفينا نعم أشكرك يا يسوع أليس العشرة قد طهروا فأين الآخرون هم إيمانك لم يطهرك فقط بل أيضا خلصك أشكرك يا يسوع 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 أشكرك يا يسوع